توجه الشيخ سلمان برراشد المدير التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل الفائز بكأس مملكة البحرين لسباق الخيل السنوي الذي أقيم يوم أمس على مضمار نيو ماركت البريطاني الشهير وشهد سباق كأس مملكة البحرين مشاركة مجموعة من الجياد القوية من مختلف الإستبلات والملاك من دول العالم حيث خاضت الجياد منافسة قوية وبعد ختام السباق قام الشيخ سلمان برراشد آل خليفة بتقديم كأس مملكة البحرين إلى المالك بالمال وشركائه كما قدم جوائز للمضمر والفارس الفائزين بالمركز الأول من الشوط وقد أكد الشيخ سلمان برراشد آل خليفة على أهمية المكاسب والأصداء الإيجابية التي يحققها تنظيم سباقات سنوية برعاية ومساهمة مملكة البحرين الذي يعتبر أكبر وأعرق مضامير سباقات الخير العالمية ويشكل التواجد السنوي للمملكة فيه أهمية لعكس السمعة الطيبة والمشرفة للاهتمام والدعم الذي تحظى به هذه الرياضة الأصيلة في المملكة بالإضافة إلى ما يجسده ذلك التواصل والعلاقات التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين ومضمار نيو ماركت البريطاني الشهير حيث تحرس البحرين على المساهمة في رعاية سباقين سنويين باسمها ضمن سباقات مضمار نيو ماركت منذ عام 1978 مشيرا إلى أن إقامة هذه السباقات برعاية مملكة البحرين والتواجد في المضامير العالمية يمثل فرصة لإبراز الجهود المستمرة لتطوير رياضة سباق الخيل في المملكة وارتقائها نحو المستويات العالية خصوصا مع الرؤية والخطط المستقبلية الموضوعة لهذه الرياضة الأصيلة والتطلع لإقامة السباقات الدولية على مضمار البحرين وقدم المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية الشكر والتقدير إلى إدارة نادي مضمار نيو ماركت على التعاون والتنسيق المستمر في سبيل تنظيم سباق كأس البحرين وإنجاحه بالصورة المشرفة سنويا اشتركوا في القناة